موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وأرحب بكم أيها الأحبة والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان هذه الآية الجليلة لا تقتصر فقط على الجانب الكوني بل على الإنسان أيضا أن يستلهم هذا التوازن في كل شؤونه اليومية أيها العزة المحاور التي يعيشها الإنسان تنقسم إلى أربعة محاور في وجوده علاقته مع نفسه ثم علاقته مع أخيه الإنسان ثم علاقته مع الطبيعة وأخيرا وهي الأشمل علاقته مع الله الحديث عن التوازن وأثره في الحوار بين أتباع الأديان ربما ينتسب للمحور الذي يتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان لكن نريد في هذه الحلقة الحقيقة أن نتوقف عند الحديث عن التوازن ثم نبحث أثر هذا التوازن في علاقتنا مع أتباع الأديان الأخرى وضيفنا لهذه الحلقة الدكتور عبد الفتاح السمان أهلا وسهلا أهلا وسهلا والمدرب والأكاديمي الله يبارك فيك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موضوع يعني جدا هام بل كاد أجزم أن وراء الكثير من الحروب في العالم والصراعات سواء على مستوى الأمم سواء على مستوى الأفراد المنطقة الواحدة الطائفة الواحدة هو سببه هذه الكلمة التي افتتحت بها أن هناك ندرة للإنسان المتوازن يعني الآن كما ذكرت هناك توازن في الطبيعة مذهل ما في شيء في الكون إلا وبقدر معلوم ما في شيء إلا وله أوقات محددة الكون كله يسير بتوازن وانتظام وكما ذكرت أن الله عز وجل عندما يذكر ألا تطغو في الميزان لأنه وضع الميزان لكن الإشكال هو في البعد الذي ذكرته عن علاقة الإنسان بأخيه الإنسان عدم وجود هذا التوازن هو الذي يسبب الآن المشكلات والصراعات سريعا سريعا الآن لو نستعرض وجودنا على هذه الكرة الأرضية الله عز وجل وجد لنا طبيعة متوازنة تفي بحاجاتنا جميعا لكن الإشكال الذي بدأ منذ الأزل هو الصراع على هذه الحاجات على هذه الموارد لذلك دائما يقولون وأنا متخصص في جزء من أعمالي في الاقتصاد أن هناك كثرة في الحاجات وندرة في الموارد علما أن الله يعكس الآية ويقول أنفقوا مما رزقناكم أي هناك زيادة في الحاجات وقلة في الطلبات يعني الصراع والتدافع نحن نعرف أن القرآن الكريم استخدم لفظة ربما أقل حدة أو دموية ربما مثل كلمة الصراع التي قد تأتي على جوارب دموية أو عنفية فالتدافع يعني هذا النوع من الجهد والسعي والتنافس بمعناه الإيجابي إلى أي مدى يعني هذه اللفظة يمكن أن تكون هي الأنسب للتوازن أيضا الذي يتحدث عن القرآن هو هذا التدافع للوصول إلى ما أريد يعني خذ مثال بسيط الآن صار حادثة هيك في بعض الدول انقطعت الكهرباء وصار فيضان فتدافع الناس لأخذ الحاجات والآن يشعر الناس يشعر الناس أن هناك لابد من التدافع لأنني يجب أن أجلس على كرسي واحد فإما أن تجلس أنت وإما أن أجلس أنا فهناك مشكلة عند البعض وهي التي ذكرنا أنها ندرة المتوازن أنه لا يستوعب أن هناك سعة للجميع صحيح هناك مكان للجميع هناك طعام يكفي الجميع هناك كل شيء يكفي الجميع لكن بعض الناس عنده تصور أن الناس إما صفر وإما مئة بعض الناس إما صفر وإما مئة يعني المصطلح الذي يستخدمه بعض أتباع الديانات وبعض السياسيين إما معي وإما ضدي إما كافر وإما مؤمن عدم القبول بالشراكة أو عدم القبول بأن يكون للآخر الحق نفس الحق يعني يجعلنا نقول أنه أيضا مفهوم التوازن له علاقة بأن تعطي كل ذي حق حقه أيضا هذا المطلوب وهذا اللفظ انظر هذا اللفظ ظهر على لسان سلمان وأيده النبي عليه الصلاة والسلام عندما وجد أن أبي الدرداء لا يتعامل مع الحياة بتوازن فقال إن لجسدك عليك حق وإن لألك عليك حق سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان إذن يدعون البداهة المنطق العام التعايش على هذه الأرض اللا نتدافع لأن هناك توازنا كونيا فلماذا لا يكون هناك توازن بين البشر اجتماعي واخناق طيب نحن الآن بشكل بشكل علمي وموضوعي نحن نظن أننا فقط على وجه الأرض أنا مثلا أنا من المسلمين الآخر من المسيحيين الثالث من الهندوس كل يظن أن الكون قائم عليه لا يوجد شخص آخر هذه إحصائية فقط في عام 2005 تثبت أن هناك يعني عشرات الطوائف عشرات الأديان عشرات الثقافات التي تثبت أن هناك أناس يعيشون معنا بهناء بسعادة ويتشاطرون معنا الهواء والماء يتشاطرون معنا الغذاء يتشاطرون معنا إذا كان هناك تلوث فنحن نتشاطر معهم إذا كان هناك حروب نتشاطر معهم عندما ألقيت القنبلة الذرية يعني أسيئة لجميع الناس مسلم ومسيحي وكافر إذن نحن مشتركون شئنا أم أبينا يعني أعذرني على المقاطعة يعني كيف نربط الآن ما بين مفهوم التوازن والحوار يعني نحن نعرف أن الحوار ليس فقط هو أسلوب وإنما أيضا هو جزء من المنهج أيضا فنحن نعرف الحقيقة ضمن هذا المنهج الذي يتحاور به الإنسان مع الفكرة سواء مع الداخل أو الخارج وبالتالي كيف نربط ما بين فكرة الحوار والتوازن الآن في عندنا يعني مبدأ أساسي عندما أتحدث عن توازن هناك طرفين متوازنان ما ممكن ما ممكن أنا أقول أنا أجلس مع إنسان آخر أتحاور معه إلا أن يكون بنفس الوزن بنفس الثقل يعني اليوم في عالم الدبلوماسية ما بيصير أنا يعني أرسل وزير خارجية ويستقبله والله مدير شركة بدي يكون في توازن وزير خارجية مع وزير خارجية الآن الشعور أنني لست متوازن مع الآخر أنا الكفة الأرجح أنا لدي القوة أكبر لا يمكن بحال من الأحوال أن أجلس مع هذا الطرف على صعيد واحد يعني بس دعني وضح مسألة فكرة الطاولة المستديرة من أين أتت عندما انتهت الحرب العالمية والحرب الأولى والثانية وجد الناس وصلوا إلى قناعة أن فكرة أنا أقوى منك وأنت أضعف مني وأنني أنا على رأس الطاولة وأنت تستجيب لي الرئيس أو الزعيم يجلس في طريقه هذا المنطق انتهى وجدوا أن القضية تحتاج إلى جلسة دائرية لا يوجد فيها زعيم إذن هذا التوازن هذا يؤكد أن الاختلاف هو جزء أساسي من عملية التوازن وهو أيضا جزء من عملية الحوار يعني الاختلاف سيبقى موجود حتى نتوازن والتنوع أيضا نفس الشيء الاختلاف والتنوع دعني أختلف قليلا لأنه عندي تحفظ على طبعا هذا شيء جميل أن تختلف تمام أنا أنا عندي تحفظ على كلمة اختلاف وحتى على كلمة رأي وحتى على كلمة عقل حتى تنوع أيضا هذا هو الآن الإشكالية وين كما قلت سبب عدم التوازن الآن هذه الحروب يعني عندما نسمع أن الحربين العالمية الأولى والثانية انظر الآن ملايين من الناس أكثر من ستين مليون قام بهذه الحروب ليس أتباع الأديان يعني هتلر أو موسليني أو غيرهم هؤلاء الذين حتى قديما الذين قاموا بهذه الحروب ليسوا أتباع أديان هم ملاحدة هم لا ينهون بدين الحروب هي نتيجة حتمية لعدم معرفة هذا التوازن الطبيعي والاجتماعي تمام لأنه لا يشعر أن الطرف الآخر موازي له يعني اليوم بين الرجل والمرأة حتى يستفيد الجميع متى الرجل يطغى على المرأة عندما يشعر أن وزنها ليس بوزنه متى تعتدل الكفة عندما فجأة ترث من أبيها مبلغا كبيرا الآن النظرات اختلف الآن الكلام يعتدل الآن مدير يضطهد الموظف هو يشعر أن وزنه في هذه الشركة أثقل لكن عندما يأتي دعم ما أو يسمع من وراء الكواليس أنه سيكون المدير القادم تتغير هذه الطباعة تتغير هذه التصرفات إذن الطغيان دكتور أن الطغيان يبدأ يظهر كلما غاب التوازن تماما يبدأ يظهر الطغيان وأن يرى الإنسان نفسه هو فقط مصلحته وأن يرى مصالحه ولذاته فقط لذلك القرآن يختصر المسألة قال كلا إن الإنسان ليطغى وخلينا نحط خطين تحت كلمة الإنسان يعني نحن نفتخر بكلمة الإنسانية لكن الإنسان المجرد عن المعرفة وعن العلم هو يستوي مع باقي المخلوقات الكلام دقيق جدا لأن الإنسان بفطرته يريد أن يطغى يريد أن يأكل يريد أن يأخذ الآن حطء ناس يسقطون في جزيرة والطعام لا يكفي إلا لمجموعة سيتكالب الناس كما تتكالب باقي المخلوقات على هذا الطعام المتبطي إذا لم يكن هناك منهج لذلك الإنسان بدون منهج هو يعادل باقي المخلوقات يحتاج إلى منهج حتى يصل إلى هذا التوازن نربط هذا الموضوع المهم الحقيقة التوازن بهذا الأفق العميق الذي تطرحه بموضوع أيضا لا يقل أهمية وهو حوار الأديان حوار الأديان أحيانا للأسف قد أصبح البعض ينظر إليه على أنه مجرد ذكرات وعلى أنه مجرد لقاءات دبلوماسية كيف يمكن أن ننظر لحوار الأديان على أنه جزء من منهج بنفس القدر منهج طبيعي وعميق ويجب أن نصل إلى نتائج في غاية الأهمية في حوار الأديان كيف نربط ما بين هذين المفهومين يعني دعني أتحدث من واقع خبرتي أنا زميل في مركز الحوار العالم كايسيد ويعني أكثر من 15 عاما وأن أعمل في مجال الحوار مع الآخر في مجال رد الشبهات في مجال العلاقات الإنسانية بشكل عام بين أتباع الديانات والثقافات يعني دعني أتحدث بكل صراحة كما يقول بملء الفم المشكلة في الحوار أنه لا يوجد فيه لماذا يعني عندما أجلس وأتحاور مع أخي الدكتور عامر لماذا أتحاور هناك شيء مشترك قبل أن أتحدث أني أنا وإياك نريد أن نعيش لكن هناك إشكاليات في ذهني عما تفعل وأنا لدي إشكالات عما تفعل تعال نتحاور لنصل إلى غاية مشكلة الحوار في عالمنا اليوم أنه لا يوجد لماذا يعني الآن أنا حضرت عشرات الحوارات بين الطائفة نفسها بين أتباع الثقافات نفسها بين أبناء الشعب الواحد يعني واحد من جهة وواحد من جهة لماذا أتحاور طب هون دكتور عامر الفتاح الإشكالي عدم وجود لماذا حتى تعم الفائدة يعني في أسئلة قد يكون في ذهن أيضا بعض الإخوة المشاهدين يعني أنت إذا كنت تحسم الإجابات قبل أن تأتي أنا أتحدث أنه والله هذا دين وبالتالي الدين أموره محسومة طب وبالتالي لماذا حوار الأديان إذا أنت حاسب الأسئلة والإجابات هذا طبعا إذا هل نسبية هل نسبية نسبية الفكرة الدينية أو أنت تنظر الأمور كما يقول الشافعي أو في رواية لأبي حنيفة رأي صواب يحتمل الخطأ هل هذه النسبية تساعد هل هذا التفكير المتوازن في نسبية الحقيقة وقدرتنا الإنسانية على تصورها يساعدك على أن تذهب للحوار الآن حتى يعني نحفز السادة المشاهدين عندنا ثلاث طرق إذا نجحت بها فأنت مؤهل للحوار جميل هذه سنجعلها في خاتمة البرنامج حتى يتابعوا معا حتى يتشوقوا ثلاث قضايا أساسية أنت تختبر نفسك هل أنا لدي هذه القضايا إذن أنا مؤهل للحوار لكن دعني أركز على هذه النقطة بالذات لا يوجد لماذا الحوار يعني عندما أجتمع الآن كناس في بناء واحد تعالوا أيها الجيران نتحاور يجب أن أقول لماذا نتحاور نحن نريد أن يجعل من هذا البناء بناء متكامل ونحمي أولادنا تعالوا نضع صور تعالوا نعمل صيانة طبعا في مجال الأديان ماذا نتحاور نعم إذا لم يكن هناك غاية أننا نريد إعمار هذه الأرض أننا نريد أن نعيش بسلام أننا نريد أن يعين القوي من الضعيف لأن الإنسان مهما على شأنه سيمر بمرحلة ضعف كان في مرحلة قوة سيأتي إلى مرحلة ضعف أنا دعني يعني لو تسمح لي بثلاث دقائق أنا أعطي مثال على ضرورة هذا الحوار أنا أتخيل الآن مجموعة من الناس نزلوا في جزيرة خرقت السفينة فنزلوا في جزيرة الآن سيدخلون إلى هذه الجزيرة يوجد فيها بعض الأشجار المثمرة هؤلاء الناس الذين نزلوا فيهم الأقوياء والضعفة الذي يحدث كما يحدث الآن في عالمنا يعني كوننا لا نستطيع أن نتحدث في السياسة سنعطي مثال واللبيب من الإشارة يفهمه سيدخل هؤلاء الناس إلى هذه الجزيرة وسيحاولون أن يحصلوا على هذا الكم من الطعام الذي سيحدث أن الأقوياء سيتكاتلون ويمنعون الضعفاء من أن يصلوا إلى الشجرة لكن الذي لا يتنبه إليه الأقوياء أن هناك قوة عليا ستقهرهم جميعا وهي النوم بعيدا عن المرض كلهم سينامون إذن عندما تعلم أنك لا بد أن تنام ساعتين ثلاثة أربعة وعشرين أربعة وعشرين ساعة ستنام إذن لا بد أن تضمن أن لا يغذر بك عند موتك أنت مضطر للحوار فعندما نتحدث عن الحوار أنت أنت مجبر على الحوار لأنك لن تستطيع أن تكون في كفة القوي دائما أنت في لحظة ستبقى صفر سيبقى أصغر إنسان ضعيف مستيقذ أفضل من قوية نائم هذا الذي يدعون أن نقول لماذا لتحمي نفسك ولتحمي الآخر يعني إشارة أنه لا يوجد ديانة في العالم نسبتها تزيد على خمسين بالمئة وبالتالي كان هناك حكمة إلهية يعني أنه ألا يغر الإنسان أو يشعر بالطغيان حتى على مستوى العددي أو النسبي فلا يوجد هناك أغلبية دينية وهناك قد تجد مثلا المسلمين أكثرية في بعض البلدان لكنهم أقلية والعكس صحيح مثلا بالنسبة للمسيحيين أو الهندوس أو أتباع الأديان الأخرى إذن هذه النسبية الاجتماعية كذلك الحال أنت إذا أردت أن تنتهك حقوق الأقليات غير المسلمة في بلد أغلبية مسلمة سيحدث أيضا خلل في التوازن من الجهة الأخرى يعني أيضا هذه النظرة المتوازنة اجتماعيا والمعاملة بالمثل ومنطق المعاملة بالمثل أليست أيضا مهمة في أن ننظر إليها؟ نضع مثال يعني الآن الجريمة التي حدثت في نيوزيلندا نعم وطبعا يعني مشكورة نيوزيلندا راست شيرش طبعا ردة الفعل الآن يعني ما بتتخيل الآن يصدر قانون يتمسح بالأسلحة أديش حرص على هؤلاء المسلمين الموجودين هناك هو نفس هذا المجرم ماذا برر فعلته؟ برر أنه كتب أنه هو ينتقم لتاريخ طويل من الصراع جزء من هذا التاريخ حتى نكون موضوعين شعر أنه ربما سلب منه حق وكان ضعيفا لذلك الفكرة التي يظنها بعض الذين يضغون حتى في مجال الدين الله يقول لا تغلوا في دينكم هذا الكلام للمسلمين والمسيحين وكل أتباع الأديان أنك لا تذهب إلى أقصى الغاية الآن في عنا فكرة في الفيزياء يعرفها كل الطلاب أن كل فعل له ردة فعل تساويه في الشدة وتعاكسه في الاتجاه في الاتجاه فإذن كل ضغط من أي أتباع دين في فترة ما على الضعفة أو الأقليات ستعكس يوما ما ردة فعل قوية طب لو رجال لهذه نقطة دكتور حتى استكبل الفترة أن يكون في حوار أكثر وأسئل أكثر فقط أريد أن أغفل هذه انظر النبي عليه الصلاة والسلام وليسمع ذلك الذين فقط يريدون أن يعود العالم مسلم بالكلية القضية ليست قضية أن يعود العالم مسلم بالكلية القضية أن يكون هناك سلام يحترم جميعاً الناس لا يعتدى فيه على المسلم القاعدة الذهبية تقول أن تحب للآخرين ما تحب لنفسك وهذه القاعدة يعني جسدها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وبالتالي حتى التوازن في أن نحب لغيرنا ما نحب لأنفسنا ونكره لغيرنا ما نكره لأنفسنا هنا دكتور قضية يعني أن نعطي لغيرنا من أتباع الأديان وفقاً لهذا التوازن أيضاً للقاعدة الذهبية التي تمثل ميزان أيضاً ميزان جميل جداً أنت تحب أن يأخذ حقوقه فأنت مثل ما تحب لنفسك أن تأخذ حقوقك أيضاً لا بد أن يأخذ حقوقه هذه القاعدة الذهبية أيضاً مرة ثانية لماذا؟ يعني لماذا أنا أضحي في سبيله يعني هذا السؤال الذي قلت لك الآن بعد سنوات من جلسات الحوار هذا السؤال لا يتم الإجابة عليه لأنه أليست الأخلاق تكفية قاعدة أخلاقية كلمة قاعدة أخلاقية أو الدوافع الأخلاقية تمام هذه ليس لها ضابط يعني ما تعتبره أنت أخلاقي غيرك يعتبره ضعف إذن الجرع معرفي يعني أنت تفضل أو تقول بأن الهدف المعرفي هو الأساس نريد أن نصل إلى غاية أنا أخبرتك في مثال هذه الجزيرة هم مضطرون الآن إلى إيجاد سبب يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى مكة واستطاع أن ينتقم لكل ما فعل به لم يفعل لماذا؟ هو لا يريد أن يجعل من طغيان الحق وسيلة للانتقام يعني هو الآن صاحب حق لكن ربما إذا سمح لأصحابه أن يطغوا ربما سينتقمون عشرات أطعاف هو أوقف هذا حتى لا يستمر العداء لأن السبب عند النبي عليه الصلاة والسلام أن تعالوا نعيش بسلام كنتم تجهلون غايتنا الآن عرفتم أن غايتنا هي السلام تعالوا لنعيش بسلام يعني نواصل حديثنا دكتور عبد الفتاح السمان واضح يعني الموضوع في غاية الأهمية وأنتم أيها العزاء نواصل معكم ولكن بعد الفاصل عدنا إليكم أيها العزاء والحديث حول التوازن وأثره في الحوار بين أتباع الأديان يعني دكتور واضح أن البحث عن الغاية أو كما ذكرت يعني أنه اللي ماذا اللي ماذا موضوع في غاية الأهمية هون يعني الجانب المعرفي هل يعتبر الجانب المعرفي ووضوحه وأنك أنت تسير باتجاه اكتشاف حقيقة ومعرفة وأن تزيد في معرفتك عن الديانة الأخرى هل تعتبر هذا هو جزء من هذه اللي ماذا دعني لو تعطيني دقيقتين أنا الآن كلمة حوار بين الآخر وبين أتباع الأديان هي كلمة من أربعة حروف الحا هي حرية المتحاورين يعني طالما هناك طغيان أنا لا أسمح لك أن تتكلم إذن ليس هناك حوار الواو وضوح الفكرة هذه التي بدأت بها الآن هل هناك وضوح وين رايحين نحن لماذا نريد أن نتحاور ما الضرورة لنتحاور الألف هي أدلة مرجعية نتفق عليها الآن تذكرت مثلا موضوع الأخلاق هل أنا أتفق مع الآخر أن الأخلاق هي المرجعية القوة هي المرجعية الدين هو المرجعية وجود الله هو المرجعية إذا كان ما عندي مرجعية طب ما هو الأفضل طب الآن نقطة الرابعة فقط النقطة الرابعة قبل قبل هل تفضل أو هل أمثل أن تكون المرجعية أخلاقية أم المرجعية عقائدية أم المرجعية مصلحية ما هو الأمثل حتى نتقدم للأمام الآن لا يمكن ضبط هذا الإنسان المشبع بالغرائز إلا بقانون الضرورة أنا الآن أعطيك سطر أخي لو لا الضرورة ما تحرك من تحرك لذلك أن أقول والله لأنه جانب أخلاقي طيب أين الجانب الأخلاقي في حرب قضت على 110 مليون إنسان وين جانب الأخلاقي الآن اجتمع الأوروبيين اجتمعوا قالوا يا أخي القضية إذا أخلاق ما بتكفي يعني أقول لك حرام أقول لك ممنوع أقول لك عيب أقول لك غير مسموح قانونا كل هذه الضوابط لم تجعل من العالم عالم يلتزم بفكرة السلام لأنه غير مضطر ما الذي يجعلني أن أدعى لك قطعة الخبس وأنت بحاجة إليها وأنا أيضا بحاجة إليها أي قانون سيفرد علي ذلك ما هو القانون الذي سيفرده الآن لذلك الضرورة المادية هي التي تحدد سلوك الإنسان ما يحدث الآن لأنه مشكلة كبيرة ما يحدث الآن هو قانون الضرورة نعم يعني اليوم عندما نسمع الدول الكبرى تتبجح تلغي اتفاقيات بالجملة يعني مثال بسيط والمرة الإسلامية تؤيد هذا الموضوع دعني أعطي الإسلام يعني هل الإسلام يؤيد أن الضرورة بمعناها المادي هي التي تفرض نفسها على السلوك الإنساني دعني أعطي مثال فقط لأوضح الفكرة يعني اليوم قضية الاحتباس الحراري ده ما دمنا نتحدث عن الكرة الأرضية حتى لا ندخل في السياسة يعني عندما تنسحب الولايات المتحدة من قانون الاحتباس الحراري طيب أي معنى ما الذي سيفرض عليها أنت الآن تدمرين الأرض هم لا يدمرون الجيل القادم يعني عندما يصل مرحلة الإنسان من الأنانية أنا ومن بعد الطوفان حتى أبناء جيله يعني عندما يصير كارثة في الكرة أرضية أبناء الأمريكيين سيتضررون ما هو المنطق الذي ستقول لهم لكي يتوقفوا عن إيزاء الناس إذن لا بد من إيجاد قانون ضرورة الآن ما نتعامل به كبشر وقانون ضرورة يعني عندما كانت الغلبة في عصر من العصور أين الغاية الروحية أين الإيمان في الحقيث عن الضرورة يعني أين إيمانك بالله أين إيمانك بحقيقة فوق هذا العالم المادي تمام أين دور هذه الحقيقة يا سيدي نحن خلينا نكون هيك واطئ لو قد يفهم بأن الجانب المادي يا سيدي خلينا أن الجانب المادي هو الذي يحدد أبقى دقيقة واحدة الآن عندنا الآن الآن تصنيف عنا 14 نوع من أتباع ما يسمى الأديان أو المعتقدات تجاه الله نفسه يعني من أن هناك إله واحد من إلى آلهة متعددة من وجود إله اللي كان إله بدون دين يوجد بعض المعتقدات التي لا تعتقد أصلا بوجود دين ولا إله طب ماذا يعني ذلك وصلنا إلى الآن إلى ما يسمى باللا اكتراثيين الناس الذين لا يعنيهم موجود إله ولا يجد دين طب هذا اللا اكتراثي وعندهم أكثر من أرعيم مبدأ كيف أقنعه أنه يعني أرجوك لا تظلمني لأنك تخاف من الله يقول لك من هو الله يقول لك ما هو الدين طب ما هو المشترك الأخلاقي الروحي الإنساني الآن هل نقول المشترك الإنساني ألا يوجد مشترك إنساني المشترك الإنساني هو الضرورة المشترك لذلك أنا أتحفظ على كلمة إذن كلمة الضرورة ماذا تقصد الآن حياتنا تقوم على ليست ببعض الاقتصادي والمادي الآن حياتنا قائمة على الضرورة المادية يعني الذي يملك يقرر أليست هذه الرأسمالية نفسها موجود لكن الآن هذا العالم يحكمه هكذا الآن الذي يملك المال يستطيع أن يفرض أين نظرة الإسلام الذي يملك القوة يعني قد يظن من يستمع بأننا فقط نحن يعني نعيد إنتاج الرأسمالية والفلسفة الرأسمالية في مقولاتنا أين قيمة الإسلام في هذه الضرورة تمام أين يدخل الإسلام حتى يا سيدي حتى في مجال الإسلام أو الدين عموما طمام لا لا خلينا بدأنا نتحدث عن الإسلام الإسلام الآن يبين لنا أن هناك خلل في فهم بعض الناس حتى لمفهوم الدين يعني بعض الناس الذين يرون أنه يجب إقصاء الآخر بالكلية نجد أن القرآن يقول لك أين التوازن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين أن تبروهم وتقصطوا إليهم يعني هو مخالف لي في العقيدة طب جميل الآن تبرو وتقصط إليه مادم لا يعتدي عليك إذن لم يجعل الدين الضابط أنه ليس على ديني لأتشاجر معه بداية الآية دكتور عفوا عبد الفتاح لا ينهاكم يعني كأنه حتى العقل الديني أو بعض العقل الديني قد يظن بأن مع تحفوزي على كلمة عقل أو بعض نعم يظن بأن الأصل بين أتباع الأديان أن الدين ينهى عن أن تبر وعن أن تود فهو يريد أن يعالج هذه العقلية تمام تمام طغط يعني ومنت بأن الأصل في العلاقة بين المختلفين صحيح من بين أتباع الأديان هو عدم البر وعدم لاحظ الآن حتى في الدين نفسه يعني في الإنسان نفسه طلب بالتوازن نعم الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة يعني حتى في مجال تدينك ممنوع الإنزياح إلى اليمين وإلى أقصى اليمين وأقصى اليسار الآن شو مشكلتنا والله يمينيين أو يساريين طب ما هيك العالم يصير والآن فكرة أنه نحن أو لا أحد أنا وليذهب الجميع إلى الطفان من كان معي هو على الحق من كان ضد هو على الباطل دكتور الإنسان أيضا له ضرورات مادية وله ضرورات روحية يعني لماذا لا ننظر إلى الضرورة الروحية وإلى حواطفنا وإلى حسيسنا الروحية ونجد لها مكان في هذا النظام الكوني سيدي الآن السادة المشاهدين عم يتابعوا معنا ما هو المعيار ما هي الأداة القياس يعني مرة ثانية عندما أقول أرجوك أحبني طب كلمة حب ما هي الميزان وهو المعيار الآن بين الآباء والأبناء أنه يا أبني أنت اسمع كلامي ليش ليسمع كلامك حتى أولادك يسمعوا كلامك طب مين حسم هذا الأمر أنه بالضرورة أولادي ما لح يسمعوا كلامك ربما إذا أحسنت إليهم أكثر مما تحسن إلي سيستجيبون إذن الإحسان إذن القضية أجبت يعني أنه الإحسان هو الذي يدعو للمحبة إذن والإحسان عمل أخلاقي وروحي خلينا ما نحط بهذا الإطار جميل لأن الذين يعتقدون بموضوع الدار الآخرة والعطاء من الله عز وجل هم الذين يتعايشون بتناخم يعني الإنسان حتى في بقية ديانات الذي عنده يوم الدينوني وأن هناك لقاء مع الله عز وجل وأن الله الذي يثيب ويعاقب هم الذين الآن يتوقفون عن الظلم يعني خليني أحطي لكها بعبارة سريعة وموجزة كنا نفرق قديما في العالم بين المؤمن والكافر الآن هذا انتهى كنا نفرق بين المؤمن واللا أدري أو اللا اكتراث فإذا نفرق اليوم التفريق التفريق اليوم بين الذين يظلمون والناس الذين لا يظلمون يعني الآن أنا ما عتي عنيني أن الإنسان الذي يحمل البندقية أنه دينه كذا دينه كذا دينه كذا طالما يوجهه وصاصة إليه لماذا لا نقول أن هذا المعيار صحيح يعني التفريق بين الظالم والمظلوم بين المجرم والضحية هو شيء جدا ضروري ولكن لماذا أيضا بنفس الوقت يعني أن نجعل هناك أيضا اعتبار بأن هذا أيضا يعني هو من أبناء قومك هذا من أبناء دينك أيضا في نفس الوقت لحل لا نقول لماذا نستبعد بقية المعايير في ظل وجود معيار لأن المعيار الأساسي كما قلت موضوع الضرورة حتى نكون جدا واضحين إذن في معايير أخرى لا المعايير الثاني لا نستبعدها الآن هذه المعايير الثاني لا تقوم إلا إذا كنت متوازنا يعني اليوم أنت أنت أخي لكن والدي بطريقة ما ربما ظلمني عندما أعطى الميراث كاملا سجله باسم أخي الآن معيار الأخوة سيذهب معيار الدين سيذهب مع اعتبار القومية العربية سيذهب لأن هناك ظلما وقع عليه لكن هذا ليس معيار الدين هذا السلوك الخاطئ الذي انتسب إلى الدين عندما نقول أن المرجعية إذا كانت دينية والمعنى الديني ليست تشريعات الجزئية أن هناك كلمة واحدة يعني أنا سأعطيك معلومة صادمة النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر عاما ماذا قدم وماذا طلب من الأمة أن يؤمنوا بشيء واحد أن يؤمنوا أن هناك يوما آخر يوما تحاسبون فيه على أخطائكم وتجزون فيه على أعمالكم الخيرة هذا المعنى هو المعنى الغائب اليوم اليوم من الذي يمنع الدبابات أن تنطلق بأقصى قوتها فتدمر وتقتل وتقصف ليس يعني لا يمكن أن تقول له توقف لأن هذا حرام هو لا يفهم ما معنى كلمة حرام إذا العقوبة من أمن العقوبة أساء العمل لكن إياك أن تظن أننا يمكن أن نجعل هذا المعيار معيار أرضي يعني ما ممكن الآن الأمم المتحدة عصبة الأمم مجلس حقوق الإنسان كله يرمى به يعني عرض الحائط في سبيل الضرورة أنا أريد الآن أن أسرق أن آكل أن أشرب يعني ليست هذه شريعة الغاب هذا هو هل نقبل بشريعة الغاب نحن لا نقبل بها لكن هذا هو الواقع نحن لا نقبل بها لكن هذا هو واقعنا لا يعني حتى الإخوة المشاهدين يعني نتحدث عن الواقع بظلاله السوداء أم أن نبرر لأنفسنا أن نسلك نفس المعيار لا بس هل نؤكد إلى مصطلح مصطلح أرجو أن يعني يقرأ بعناية البشرية عاجزة تماما عن إيجاد سلام وسعادة ضمن قوانينها ما لم يكن هناك قانون خارجي رباني نعتمد عليه سويا ونتفق عليه لا يمكن أن يصلح حالنا ما الذي يجبرني يعني أقول لك أنت الآن بحاجة إلى عشر دنانير تفضل خذها لن يجبرني أحد إلا ثواب من الله عز وجل أما والله القوانين القوانين الوضعية بتقول لك لا يا أخي أنت دور على حالك والله طيب عطيه وبعدين هو ربما يعطيك ربما لا يعطيه لكن دكتور أيضا اليأس من البشرية أو أن نقول بأن البشر كبشر لا يستطيع أن يجدوا حلول ألا تجد أن هذا أيضا في نوع من عدم التوازن يعني حتى في القرآن الكريم في المدينة المنورة عندما قال لهم قل تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا فإذا كان لديكم عامل ديني ودافع ديني فالجهاد والقتال ضد العداء وإن كان لديكم دافع إنساني دافعوا عن وطنكم إذن ألا يمكن أن نضع الجانب الإنساني والضرورة الإنسانية مرة ثانية مرة ثانية أفضل ما فيها ونجد له سياق ديني أيضا مرة ثانية وكلمة يعني يمكن أن تسجلها عني نعم أن البشرية إذا استطاعت يوما ما أن تحقق السعادة دون منهج خارجي نعم دون أديان فإذن الأديان عبث لا داعي لها نعم لأن لماذا لماذا لأن خالق الخلق لو لم يكن هناك ضرورة أنا عندي برنامج كامل اسمه الدين ضرورة نعم لو لم يكن هناك ضرورة للدين لماذا يرسل الله عز وجل الأنبياء والأديان وهذه الفارق البسيط الذي قد يغيب عن يعني ربما أو الذي قد يجمع بيننا أن دون وجود أديان أنا أتفق معك يعني لا يمكن أن تصل البشرية إلى هذا النظام العادل دون أديان ولكن بنفس الوقت هذا الجهد البشري والاجتهاد البشري والسعي البشري إلى جانب الأديان هذا ما أردت أن أقوله يعني أنهما يجب أن يكون بالتوازي أو جنبا إلى جنب أنا لا أحب أنا لا أحب اليوم يعني أن نحن نسجل حلقة وربما تشاهد بعد عشرين سنة الآن الكلام الذي لا لبس فيه نحن كإنسان نتعامل في شريعة الغاب في تكالبنا في تدافعنا من أجل الحصول على كل ما نغنم لا يمكن إذا لم يكن هناك بعد ديني روحاني لا يمكن بحال من الحوال أننا ما الذي يجبرني يعني هناك مناظرة سمعتها تمام أنا سمعت مرة مناظرة مع أحدهم يعني يقول له سأله سؤال قال له لماذا لا تسرق قال لأن السرقة قال نعم أنا أستمع إليك لأن السرقة ماذا عيب حرام ممنوع عرف لماذا لا تسرق إذا قلت لي قانون هناك من يسرقون باسم القانون يعني الفاسدون في العالم هل يسرقون جهار النهار أم أنهم يستخدمون نصوص القانون ويلون عنقه لكي يسرقوا طب ما الذي يجبره أن لا يسرق إذا لم يكن هناك رادع من الله عز وجل لن يوقفه أحد لذلك الدين ضرورة وكل محاولات البشر لإيجاد بديل عن الدين هي محالوات يائسة أكيد أكيد وهذا البديل لا بد أن يكون أفضل فهم للدين ليس فقط وهذا هو النقطة الأهم كيف نفهم هذا الدين؟ دكتور عبد الفتاح السمان المدرب والأكاديمي وأنتم أيها العزة انتظرونا بعض الفاصلنا عدنا إليكم أيها الأحبة ومواصلة الحديث حول موضوع التوازن وعلاقته بالحوار بين أتباع الأديان يعني دكتور لو رجعنا إلى الحوار أثناء الحديث ذكرت بأن هناك مقومات أساسية يقوم عليها الحوار الحوار الناجح الحوار الذي يلتزم بهذه التوازنات أو بفقه التوازن أو يعني هذا التوازن العميق على مستوى الأفكار وعلى مستوى الواقع الإنساني كيف يمكن أن نتحدث عن هذه المقومات أو ما هي هذه المقومات؟ أنا جمعتها في كلمة واحدة اسمها تحف والتي هي عن ثلاث كلمات التعميم يجب أن لا نستخدمه رفض التعميم رفض التعميم الحاء حكم مسبق نتجنبه ثم فرق ندركه يعني الآن ماذا يحدث عدم التوازن؟ عندما أعمم فإما أن أذب إلى اليمين وإما اليسار كل المسلمين كذا كل المسيحيين كذا كل اليهود كذا كل الهندوز كذا إذن عندما أطلقوا التعميم أنا لا أصلحوا للحوار نعم القضية الثانية عندما عندما أحكم مسبقا طيب الآن كما تحدثنا هناك أناس يأتون إليك أنت عندك حكم مسبق بسبب شكله بسبب طوله عرضه انتماءه ربما ولدها كذا لا يعلم عنك شيئا هذا الحكم المسبق يدمر الحوار لكن هنا دكتور عبد الفتاح أليس الحكم أحيانا يسبق التعميم أو يكون الحكم ثم التعميم الإشكالية من كثرة التعميم يظهر الحكم يعني الآن في تعميم أنه والله كل أتباع هؤلاء الطائفة هم أناس يعادوننا فإذن عندما أرى شخص واحد عندي حكم مسبق قبل أن أتحرك لكن اللي السبب هو هذه الثقافة المجتمعية التي تتكرر يعني كنت أتحدث يعني قبل أن ندخل عندما ذكرت أنه ما يميز مثلا دكتور عامر حافي الآن عندما يجلس مع الحوار هو عنده دراسات إسلامية وغير إسلامية جميل فعندما يتحدث هو ما عنده حكم مسبق أن الآخر ضدي بالكلية أو أنه معي بالكلية لأنه قرأ عن الآخر عرف عن الآخر فلا يمكن أن يحكم بشكل مسبق بموضوع الأديان يعني ولك أيضا يعني باع طويل في هذا الموضوع بكل موضوعية هل تشعر بأن معرفتنا بالأديان الأخرى تؤهلنا أو تعطينا شيء من الحق أن نحكم على تلك الأديان إذا عرفناها تواقم إذا عرفناها نحكم لكن أنا لا أعرف عنها شيء أيوة تمام أنا لا أعرف أنا لا أترى بأنه الدراسات الدينية بعمقها ومعرفة اللغات اليونانية والعبية والآرامية ألا ترى بأنه جامعاتنا العربية تفتقر إلى هذا الشيء ما هي هي المشكلة يعني أنا دائما أحب أن أقارم موضوع الأديان بموضوع الطب يعني اليوم الطبيب الذي لا يطلع باستمرار على ما وصل إليه الأطباء في الجانب الآخر سيبقى جاهلا يعني هو يريد أن يفتح بطن الإنسان وآخر يقول له الآن انتهى العملية صارت منظار الآن العملية صارت حبة الآن العملية صارت رياضة روحية ربما أن تتخلص من المرض طب إذا لم يكن عنده ثقافة من الآخر لا يمكن أن يدخل في مجال الحوار يعني القرآن عندما يقول تعالوا إلى كلمة سواء هو لم يقل تعالوا إلينا تعالوا إلى المنتصف إذن هناك شيء يجب أن نجتمع لأسمع منك لأنه فيه شغلة أساسية وفطرية لم نختر أسماءنا ولا عروقنا ولا أدياننا يعني اليوم أنا فئت على الدنيا أنا هكذا ولد لساني عربي هكذا ولد النقطة الثالثة دكتور اللي هي الفرق حكيت نعم النقطة الثانية إنه لا بد أن يصل إلى نوع من النتيجة ماذا تقصد؟ إدراك إدراك الفرق أنا إذا أردت أن أوصف من هو العالم يعني تعريف بسيط العالم هو الذي يدرك الفرق يعني لا يصبح العالم عالما حتى يدرك الفرق يعني عندما تقول لإنسان متدين بديم ما هذا الإنسان الذي على غير دينك ما توصيفه إذا قال لك كافر هو لا يدرك الفرق لأن الكافر من أسلم وجهد بالإيمان طب هو إنسان مشرك طب ما تعريف المشرك هو إنسان جاهل هو إنسان أمي هو إنسان معادي هو محارب طب عدم إدراكك للفرق يمنعك من أن تكون محاورا جيدا يجب أن تترك الفرق كما يذهب الإنسان إلى الآن يعني مثال بس كالدعابة دخلت إلى الصدلية فأحد الأشخاص يقول له للطبيب إن صيدة لي رأسي يؤلمني فأنا تسرعت قلت له خذ هذا البندول فالصيدة لي يعرفوني قال لي عفوا الدكتور أنت يعني دارسي طب قلت له لا قال لي أنت شلم تقول له خذ هذا البندول ألا تدرك الفرق إنه في عشرين نوع صحيح طب هذا معه ضغط هذا النوع يؤثر عليه عدم إدراكنا للفرق بين الألفاظ نفسه الآن نجلس في حوارات مع أدفاع الأديان والله كلهم مشركون كلهم يعبدون غير الله عز وجل لا واحد ينظر للإله على أنه رنز واحد ينظر على أنه إله واحد ينظر إلى أنه جزء من منظومة يجب أن نترك الفرق كيف يفكر الناس يعني الحقيقة في مثلا بعض الفرق المسيحية أو اليهودية مثلا مثلا في فرقة يهودية كانت تؤمن بعزير بن الله صحيح فالقرآن الكريم عندما قال يعني انتقد هذه الفرقة اليهودية التي تقول بأن عزير بن الله اليوم حقيقة لم يعد هناك وجود لهذه الفرقة وبالتالي من لا يعرف الفرق بين هذه الفرق ويميز بين الفريسيين والكتبة والصدوقيين عشرات نحن على المستوى الإسلامي هل تستطيع أن تفرق الآن على المذاهب الأربعة ما الذي يعنيه كل مذهب هل تستطيع أن تفرق بين البهائية بين الأحمدية بين السنة بين الشيعة بين الإباضية بين الزيدية بعض غير المسلمين قد يظن هذا حال المسلمين جميعا طبعا الآن هذا التفريق كذلك في الديانات الثانية لكن عندما لا ندرك الفرق تحدث هناك حروب يعني دعني أختم بشيء لطيف اليوم في العالم حدثت حروب سخيفة بسبب عدم إدراك الفرق يعني عندما تسمع أن حربا كاملة جرت من أجل كرة قدم حربا كاملة جرت من أجل الفطائر من أجل دلو من أجل كلب داحس والغبراء أربعين سنة حرب البسوس أربعين سنة لأنه عند عدم إفراء التفريق لأنه اعتد أن من يقتل جملي فإنما قتلني هو لا يدرك الفرق بين الشيء وبين الإنسان قامت حروب طاحنة الحروب بين أتباع الطوائف عند الإخوة المسيحيين قامت حروب من أجل أسباب سخيفة وكتل فيها العشرات والمئة حتى نختم بشيء ربما يشعرنا بالأمل والتفاؤل الآية القرآنية التي ذكرتها قبل قليل قولي أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة السوء هي منهج للبحث عن المشترك للبحث عن الجوامع وبالتالي هنا كلمة الشاطبي حتى قد قال أن نلتقي على الجوامع أو أن نعظم الجوامع وأن نحترم الفوارق كيف يمكن أن نطبق هذه المقولة في العلاقة الحوارية بين أتباع الأديان؟ العلاقة رائعة جدا عندما نشعر أن هناك ضرورة للعيش المشترك يجب أن نشعر ذلك وأن يشعر القوي دائما المشكلة بالحوار بين الضعفاء لا يوجد مشكلة المشكلة كيف تقنع القوي أن يجلس إلى طاولة الحوار لكن نذكر هذا القوي أن قوتك لن تدوم فيجب أن يقتنع الناس أن هناك لحظة ضعف وأننا لا بد أن نعيش لأن ما من مظلوم إلا وله نصرة في يوم من الأيام فليحذر الظالم ليحذر الذي يطغى بدينه أو علمه أو ثقافته أو جاهي أو شبابه أن هناك لحظة سيزوي وينحدر ويعود إلى ضعفه الذي كان عليه في بداية عمره نعم يعني دكتور وأنت أيضا في مجال حوار الأديان ونحن نعرف أنه أصبح في شيء أيضا من التسييس للموضوع فهل القوة السياسية هي التي الآن أصبحت تفرض دوع من حوار الأديان بحسب مصالحها أو حسب الضرورات التي كنت أيضا ذكرتها في بداية الحلقة كما قلت لك لأن الحوار بين الشعوب يعني اليوم حتى نحن في العالم العربي ما تجتمع مع أي إنسان في العالم العربي يقول لك في عداء بالعكس يستقبلك يعني أكبر مثال الآن هذا الأردن الآن أمشي بالشوارع كل الفئات العربية موجودة طيب ما علاقتنا نحن بالسياسة لكن عندما نكون نحن وقود لحرب وقود لكلمة نعمم نسقط تحت دائرة الحكم المصبع آه كل إنسان من هذه البلد إذن هو كذا يجب أن لا نسقط في هذه التعمير ولو أراد أهل السياسة أن يضعونا في أتونها وأن نكون وقودا لحروبه يجب أن نخرج من هذا كله أنا لا علاقة لي أنا أخي أخي نفسه أنا لا أسأل عنه لا تزير وزيرته وزير أخرى فما بالي أسأل عن أجدادي وأجداد أجدادي القرآن حسم المسألة عندما قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أنا لا علاقة لي بما صنع أبي فالآن بعض الحروب التي تقوم يعني ما فعل أجدادكم قبل ألفين سنة قبل خمسمائة سنة قبل ثلاثمائة سنة الآن حروب طاحنة على حروب لم لكن أحد لا يعني لا المجرم ولا المقتول الآن موجود أحد من نسله لماذا هذه الفضاعات هي من تكريس الظالم على المظلومين وما لم يقتنع أن يجأ أنه احذر من يوم يرد فيه هذا الظلم عليك لن يتوقف أحد يعني بارك الله فيك دكتور عبد الفتاح السمان يعني على هذا الحقيقة الثراء الله يبارك والقوة في الطرح وأنا يعني أحببت أن تأخذ يعني ما تشاء يعني من مجال التعبير عن هذه الأفكار الجميلة وربما يعني أود أن أختم فقط بحديث نبوي يقول أحبب حبيبك هولا ما طبعا هو قول نعم لكن المعنى صحيح وأبغض بغيضك هولا ما عسى أن يكون حبيبك يوظنك وهذا الذي يريد حتى التوازن يجب أن يكون في العواطف والمشاعر وأن لا يكون هناك فقدان لهذا التوازن أو طغيان في هذا التوازن شكرا مبارك الله بكم أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا ومرحبا إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى أستودعكم الله اشتركوا في القناة